أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على لجنة تحكيم المشروعات الاثنى عشر المشاركة في معمل البحر الأحمر السينمائي الفين وعشرين وستقوم اللجنة بالإعلان عن الفائزين مجازتي انتاج بقيمة خمسمائة ألف دولار لكل منهما وذلك في حفل يقام عبر الانترنت يوم الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري يذكر أن معمل البحر الأحمر السينمائي يواصل لفعاليته عبر الانترنت يوم التاسع عشر من أكتوبر المقبل التي يشارك فيها اثنى عشر مشروعا مختارا منها ست مشروعات سنمائية من السعودية وستة أخرى من مقية أنحاء العالم العربي